أستاذ راشا من فيوم تتفضل أهلا مسألا يا شيخ حضرتك أنا هسأل بس إن أنا بصلي وأنا قاعدة على الكنبة يعني بس أنا صغيرة في السن بس أنا بيعني بصلي عشان خاطر ضهري وعشان خاطر دماغي عندي نقص دم في دماغي بص يا ستي هل حلال ولا حرام هقول لحضرتك بص يا حاجة راشا ده مسألة عدم القيام في الصلاة متعلق بالقدرة القدرة دي ما لعاش دعوة بسن لها دعوة بقضية عضوية نفترض واحد سنه سنه صغير ولما بيقوم يصلي بيدوخ الشرع ما قالوش دوخ وقع لا إحنا عندنا شرط أن تصلي قائما القيام مع القدرة فأنت مش قادرة تقومي سواء بقى عندك خمس سنين عندك عشر سنين عندك تلاتين سنة ولا لنا دخل حقا عندك سبعين سنين ولا لنا دخل الدخل اللي عندنا إيه؟ أنت مش قادرة تقومي والقيام لا تستطيعي لأنه بيسبب لك ألم أو بيسبب لك عدم اتزان فخلاص صلي وانت قاعدة وده ملوش دعو بالسنة حق جراشة وإن شاء الله رب نيقبل صلاتك إن شاء الله طيب ابني يا شيخ الله يبارك لك بيصلي بيجمع الأوقات بيجمع الأوقات هو في الغالب الناس بس لك انشغال في الناس بتجمع الأوقات عندهم تلات شبهات الشبهة الأولانية اللي انشغال وبنقول له لا أنت لما تجمع الصلوات أنت كده بيتخلي الصلوات تحول إلى عبق عليك أول ما يقدي إن الأدان صلي وهيبقى سهل عليك مش هناخد خمس دقايق ثمان دقايق عشر دقايق بكتير هتصلي وخلاص وانتهت القضية يبقى أنت تصلي أحسن الصلاة على وقتها شوف كده لكن لما تيجي بقى تجمع الصلوات هتحس بقى أن انت هتصلي نص ساعة فهيبقى تيل عليك وكمان بيوقعك في الإسم والبركة تزول وبيبقى إحنا لو عايزين نحافظ على البركة ونحافظ على ده بيقولك أن الصلاة دي تخليك ما بين الصلاة والصلاة بس لو أنت توضيت ولم تحدث نفسك كأنك غسلت من ذنوبك وربنا سبحانه وتعالى يغفر لك ذنوبك يبقى إذن أنت محتاج الصلاة عشان تقدر تكون عندك عفية ونور وبركة عشان تقدر تكمل في حياتك فصلي الصلاة الصلاة دي ربنا من دهنا منحة إحنا مش بنعطي لله إحنا الصلاة دي بنأخذ فضل ونعمة ومنة وبركة مولانا علينا فالصلاة دي بركة ونعمة فصلي عشان ربنا سبحانه وتعالى يكرمك ودوة أحصل لك عشان الشبهة دي تشبهت إن الوقت لا الصلاة ما بتاخدش وقت اللي بياخد الوقت هو الكآبة اللي بتمنعها الصلاة اللي بياخد وقت القلق اللي بتمنعها الصلاة اللي بياخد وقت شعورك بإنك أنت الوحدك اللي بيزيله الصلاة لما تعرف أن أنت الصلاة أقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد فأنت لا أنت محتاج الصلاة عشان عمرك ما يضعش عايز تسترد عمرك حافظ على الصلاوات ولذلك رسول الله كان يقول إيه أرحنا بالصلاة يا بلال وعشان كده إيه أنت محتاج تصلي مش محتاج تراكم الصلاة على بعضها